اشتركوا في القناة الاشعاعات والتسريبات لكن حسب ما حصلنا عليه من معلومات اليوم فيبدو ندعى المسبق سيبدو ينتهي مع البلاي ستيشن فور فقط مصدر مجهول نشر مشاركة له عبر موقع ريدت قال فيها ناحد اصدقائه الاعلامي المقربي منه كان ضمن المدعوين من قبل شركة سوني للقاء مغلق في اليوم التالي من الكشف عن مواصفات البلاي ستيشن فايف تم تطرق فيها الى مواصفة جهاز البلاي ستيشن فايف التي تم الكشف عنها من قبل لكن احدها من النقاط اللي يتحدث عنها هذا المصدر هو ان البلاي ستيشن فايف لن ادعم تشغيل العاب البلاي ستيشن تري المصدر قال ان حسب ما حصلوا عليه من معلومات من شركة سوني ان العاب بلاي ستيشن تري سيتم دعم تشغيلها على البلاي ستيشن فايف من خلال خدمة البلاي ستيشن ناو فقط كما هو الحال مع البلاي ستيشن فور وسيقتصر خدمة الدعم المسبقة على تشغيل العاب البلاي ستيشن فور ولما تطرق المصدر الى مصير العاب البلاي ستيشن تو والبلاي ستيشن 1 يذكر أن سوني قد قامت بتسجيل براءة اختراع قبل عدة شهور توضح وجود وحدة محاكات تعمل على تشغيل ألعاب الجيل الماضي وكانت توقع تشغيل ألعاب بلاي ستيشن 3 والبلاي ستيشن 2 والبلاي ستيشن 1 بجانب ألعاب بلاي ستيشن 4 لكن يبدو أن سوني لن تلجأ إلى استخدام هذه التقنية وهذا أحد الاحتمالات بينما قد يكون الاحتمال الثاني أن سوني تتكتم على الأمر لتجعل أحد مفاجآت إطلاق الجهاز وهذا احتمال وارد رغم أنه ضعيف جدا السؤال هنا هل تراني توجه على سوني لدعم تشغيل ألعاب جميع أجهال بلاي ستيشن السابقة على البلاي ستيشن 5 أم تراني تدعم ألعاب بلاي ستيشن 4 كافي إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة تفعيل زر التنبيهات وفي أمان الله